يا ترى يا ديك يا ترى انت فين يا ديك يا ترى عالي ليه يا ديك يا ترى سواء كنت بتربي دجاج عشان تاكله او تاخد منه بيد او عندك مزرعة كبيرة لازم تتعلم تحميهم من الامراض اللي بتقلل من انتاجهم وبتضعفهم الكوكسيديا مرض بيجي للفراخ في منطقة المعدة وهو مرض مميت في كثير من الاحيان سببه ان فيه كائن توفيلي بيلزق في جدار المعدة داخلي للدجاج وده بيدر المعدة ضرر كبير جدا وبيمنعها من امتصاص العناصر الغذائية الاهم ليها الدجاج الصغير اللي هو اقل من 6 شهور هو اللي اكثر عرضة للاصابة بمرض الكوكسيديا عشان لسه ما كونش مناعة قوية وبالرغم من كده ممكن الدجاج البالغ اللي هو كبير في السن يتصاب بالعدوى عن طريق الفضلات اعراض مرض الكوكسيديا الكوكسيديا مرض بيتطور بسرعة وممكن يتطور بشكل تدريجي برضو ومش من الطبيعي خالص اننا نلاقي الدجاجة على غفلة كده بتموت وتعبانة اكثر اعراضه ظهورا الدم او المخاط في الفضلات الدجاج رغم ان الفضلات اللي لونها احمر لشبه الدم مش دايما بتبقى من اعراض المرض ده ممكن تكون بسبب حاجة كده اسمها التساقط الطبيعي للخلايا البرازية طبعا دي موضع كبيرة ومش مجال الحديث عنها للاسف مفيش غير طريقة واحدة تعرف بيها حقيقة الاعراض دي وهي انك تودي الطائر العيان لطبيب يكشف عليه ومن اعراض المرض الاخرى اسهال ضعف وخمول ضعف شهيته للاكل والمية فقدان الوزن خصوصا عند الدجاج الكبير سنا ضعف النمو عند الدجاج الصغير قطع البيت وطبعا مش كل الاعراض دي بتظهر مع بعض زي ما احنا عارفنا ولازم لو ربنا سهل لنا وعرفنا بالاصابة والعدوى بدري نلحق نعالجه على طول وبسرعة لان ده افضل بكتير والتأخير مش في صالح الطائر وبعد ما ناخد العلاج من الدكتور البيتاري في خلال 24 ساعة باذن الله هيشفى الطائر من الكوكسيديا دي مش اول مرة نتكلم عن الكوكسيديا ولا اخر مرة لاننا كل يوم بنتعلم حاجة جديدة نشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته